موسيقى يكمل ابن كثير ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خواج نصير الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي وغيرهما والخليفة تحت الحوطة والمصادرة الآن على ما قالوا قالوا عزل الخليفة مع بعض الأنفس مع سبعة عشر نفس فقط والآخرون عزلوا فقتل الجميع لنسلم بهذا الأمر الآن لماذا عاد إلى بغداد الخليفة وفي صحبته فلان وفلان وفلان هل رجع باختياره بطلبه لاحظ لا يذكر هذه القضية لأنه تدليس لأنه مدلس إذن الآن لا يقول لكم بأن بأن هلاكو أمر هذا الخليفة بأن يرجع إلى القصر ويأتي بكل المخزونات بكل الأموال بكل الجواهر بكل الأعيان بكل ما يملك بل في بعض المصادر التاريخية تقول بأن هلاكو ذهب معه إلى قصر الخلافة دخل معه إلى قصر الخلافة وشاهد بعينه وحضر بنفسه كيف تفتح الغرف السرية الممتلئة بالكنوز باللآل والمجوهرات والذهب الأبيض والأصفر والتحف والأعيان الثمينة والكنوز العجيبة يقول ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خواج نصير الدين الطوسي والوزير بن العلقم وغيرهما والخليفة تحت الحوطة والمصادرة فأحضر لاحظ يقول فأحضر من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة أين أحضرها؟ إله ألاكو في ذل وهوان وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هلاكو اللا يصالح الخليفة يعني أخرجه الخليفة في ذل هو والقادة والعلماء وقتل الجميع وأبقى على الخليفة وبعض الأنفس مع الخليفة وأرسل الخليفة في كل ذل وهوان لجلب المجوهرات ولا زال أبن تيمية وأبن كثير وأمة الداعش يتحدثون عن مصالحة حدث العاقل بما لا يعقل حدث الإنسان بما لا يعقل فإن صدق فهو تيمي فهو داعشي فهو تكفيري فهو ابن كثيري أما الظلالة أما التدليس ليس عندهم إلا الطائفية والتعصب والإرهاب والقتل ليس أكثر من هذا والتدليس لاحظ في كل هذا في كل ما حصل ويقول يوجد مصالحة ويتصور وجود مصالحة ويغرر ويكذب ويدلس بأنه توجد مصالحة وأبن العلقمي هو الذي أفشل هذه المصالحة هو الذي أفضل هذه المصالحة مع أمة التيمية هؤلاء شياطين هؤلاء أبالسة لا كلام لنا معهم لكن مع باقي الناس مع من عنده العقل مع من يعتبر نفسهم من بني الإنسان من بني البشر كيف يصدق ومع من يمتلك الشهادات مع من يرتدي العمامة هذا شيطان مثلهم لكن من خافت دراسة ودخل في الدراسة الأكاديمية كيف يصدق بمثل هؤلاء من تنورت بعلم القرآن بعلم الأخلاق بعلم وعلوم التكنولوجيا وبالعلوم الحديثة كيف يصدق بمثل هذه الأكاذيب والخزعبلات يقول وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هلاكو لا يصالح الخليفة وقال الوزير متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك وحسنوا له قتل الخليفة فلما عاد الخليفة إلى السلطان هلاكو أمر بقتله لاحظ يعني وكأن هلاكو لم يقتل لم يقتل السبعمائة ولم يذل الخليفة ولم يتعرض الخليفة لكل تلك الإهانة فهل يعقل مهما كان ليس به هلاكو وإنما أسفه قائد عسكري وأصغر قائد عسكري عندما يتمكن من عدوه بهذه المكنة وهذا التمكن هل يتصالح معه على المناصفة